ونعود إلى الزميل خالد ربيع مراسل أخباري في جدة حياك الله خالد وهل من جديد بعد هذا الإعلان وهذه الإدانات التي تتوالى من كل حد بن وصوب على هذا العمل الإجرامي بدايةً ورحب فيك مرة أخرى أستاذ عبدالله نعم نتواجد الآن في الموقع الثالث المحيط وهي ميناء جدة الإسلامي داخل هذا الميناء تعرضت السفينة المخصصة لتفريغ الوقود إلى حادث الرهابي نتج عن اشتعال حريق بسيط وقامت فرق الرطفة والسلامة بإطفاء هذا الحريق طبعاً الحياة في جدة مستقرة الحياة في جدة آمنة نحن نتواجد وخلفنا الآن ميناء جدة الإسلامي هناك حديث في مواقع التواصل الاجتماعي بأن ميناء جدة الإسلامي توقف عن العمل بسبب هذا الحادث الإرهابي ولكن كما تشاهدون أمامكم والصورة حية مباشرة لا زالت الأعمال مستمرة في ميناء جدة الإسلامي والوضع في جدة مستقر ولله الحمد هذا الموقع الثالث الذي أتواجد فيه أنا وزملائي في تلفزيون جدة لننقل لكم هذا الحدث لا يوجد أي إيقاف للعمل في ميناء جدة الإسلامي لا يوجد أي عرقلة في الطرق داخل مدينة جدة مدينة جدة آمنة مستقرة أيضاً الطرق تمشي بشكل يسير أيضاً الحياة الطبيعية في المراكز التجارية والمرافق العامة أيضاً كان هناك إدانة دولية عربية لهذا الحادث الغاشم وأنا جالس على هذا الشاطئ يتواجدون أيضاً الأهالي والزوار ليستمتعون بالأجواء الرائعة هنا في جدة وأمام ميناء جدة الإسلامي لا يوجد هناك أي عرقلة لا يوجد هناك أي حركة تعرقل الحياة في جدة الحياة في جدة تبدو طبيعية وهذا الحادث الإرهابي الغاشم لم يؤثر على أهالي جدة ولا على جدة ولا حتى على المنشآت البترولية في مدينة جدة نعم هو في الوقت الذي تتواصل فيه الإدانات من كل أنحاء العالم ما زالت الأمور والله الحمد كانت تحت السيطرة بيان وزارة الطاقة كان واضحاً خلال ساعات معينة عادت الأمور إلى طبيعتها والله الحمد خالد ربيع سنتواصل معك إن شاء الله في مرات قادمة في حالة وجود ما يستدعي ذلك شكراً لك كنت معنا على الهواء مباشرة من ميناء جدة الإسلامي شكراً